بالنسبة للمراقبين ولغالبية الناس يقصد بمصطلح الشرق الاوسط منطقة بلاد الشام ايران العراق شبه الجزيرة العربية مصر جزيرة قبرص وطبعا الانادول بما في ذلك تركيا الحديثة هذا المصطلح هو جيوسياسي بامتياز ويتضمن منطقة جغرافية واسعة جدا منطقة مليئة بالاحداث السياسية والتطورات والتغيرات طبعا الشرق الاوسط او بالانجليزية ميدل ايست يمتد فعليا من جنوب غرب اسيا لشمال افريقيا اصغر دولة فيه من حيث المساحة هي دولة البحرين وتبلغ مساحتها 620 كم مربعا اما اكبر دولة في الشرق الاوسط فهي طبعا المملكة العربية السعودية وتبلغ مساحتها 2.1 مليون كم مربع اعزائي اهمية الشرق الاوسط متعددة هو اولا موطن الديانات السماوية الثلاث اليهودية المسيحية والاسلام ثانيا يشكل العرب العرق الرئيس فيه ويتبعهم طبعا الاتراك والفرس والاكراد والاقباط واليهود والاشوريون والتركمان العراقيون والقبارس اليونانيون وغيرهم من الاعراق والاثنيات ثالثا وربما هذا الاهم للشرق الاوسط ثقل فيما يخص المياه وخصوصا النفط ففيه دلتا النيل في مصر ونهرات دجلة والفرات في العراق وشرق سوريا وفيه ايضا انهر لبنان الغنية الليطاني الخاصباني الوزاني العاصي والاولي طبعا وصولا الى نهر الكلب ونهر ابراهيم ايضا يمتلك الخليج العربي ومعظم الدول المجاورة له احتياطات هائلة من النفط مما يعطي هذه المنطقة من العالم ميزة اقتصادية فريدة لها اهمية كبيرة في الخارطة السياسية الاقليمية عزائي هناك ايضا مصطلح الشرق الاوسط الكبير وهو مصطلح جيوسياسي ايضا ويتضمن مناطق جغرافية اضافية مثل مملكة المغرب السودان واجزاء من شرق افريقيا افغانستان باكستان اسيا الوسطى وجنوب جبال القوقاز طبعا ولهذا الشرق الاوسط الكبير اهمية ثقافية فهو مهدو اولى الحضارات كالحضارة الفينيقية مثلا وحضارة بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية المصرية وحضارة سبأ في اليمن والانباط في غرب شبه الجزيرة العربية وطبعا تتبع الاهمية الاقتصادية في هذه المنطقة بسبب وجود النفط ويقدر الخبراء احتياطيا النفط في منطقة الشرق الاوسط الكبير بحوالي 66% من احتياط النفط العالمي وهذه المنطقة من العالم تعد المزود الرئيسي للنفط لاوروبا وللولايات المتحدة الامريكية مما يجعلها محطة انظار هذه الدول ومما يجعل هذه الدول طبعا طامعة في الحصول على هذا النفط اخيرا ما يجعل منطقة الشرق الاوسط الكبير مهمة هي استراتيجيتها الجيوسياسية فهي تكون حلقة وصل وجسر عبور بين عدد كبير من دول وقارات العالم واذا عدنا بالتاريخ الى عام 2005 وبعد عامين من الغزو الامريكي طبعا للعراق ظهر وقت ذاك مفهوم الفوضى الخلاقة ما يعرف بالانجليزية بكونستركتيف كيوس الفوضى الخلاقة التي اتت به وزيرة الخارجية الامريكية وقت ذاك كوندوليسا رايس والكل يذكر ان هذا المفهوم كان نقطة الانطلاق لمشروع الشرق الاوسط الجديد يقال ان وراء هذا المفهوم الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما الذي تسلم من الرئيس بوش الابن جورج دابليو بوش المشروع بعد انطلاقه المهم بالامر اعزائي ان الوزيرة كوندوليسا رايس كانت تعتقد يقينا ان منطقة الشرق الاوسط وبالتحديد العالم العربي والاسلامي لا يمكن ان يتغير تماما وبشكل جذري ولا يمكن ان يتحول الى ما تسميه امريكا الديمقراطية قبل ان تعم به الفوضى العارمة والتامة وتدمره وتقسمه فينهض مجددا حسب المفهوم الامريكي طبعا وذلك من خلال كوادر سياسية جديدة وللامانة فقد استخدم مصطلح الفوضى الخلاقة قبل الوزيرة كوندوليسا رايس ولكنها كانت اولى من التزمت به جهارا ووظفته مشروعا سياسيا متكاملا بالفعل وفي عام 2003 نسب هذا اللفظ الى منظري المحافظين الجدد في ادارة الرئيس جورج دابليو بوش او رئيس بوش الابن اعزائي تبنت كوندوليسا رايس فكرة ومفهوم الفوضى الخلاقة للاتيان بشرق اوسط جديد وقد بدأ التطبيق فعليا عام 2011 عندما بدأ ما سمي بالربيع العربي والذي اوصل العالم العربي الى مزيد من التمزق والتقسيم والدمار والموت والتهجير وسقوط الانظمة السياسية من دون استبدالها بالضرورة بانظمة اكثر انسانية وديمقراطية وما ساعد كثيرا في دفع العالم العربي والاسلامي الشرق الاوسطي الى الغليان والفوضى هو استخدام منصات شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبعد ذهاب الوزيرة كوندوليسا رايس جاءت الوزيرة هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون وتبنت كلينتون المشروع ودعمته بفعالية وتأثير كبيرين نتذكر ومع مرور الزمن تبين ان هذه الخلطة اذا جاز التعبير هذه الخلطة السياسية الامريكية قادرة على احداث الفوضى الذي تبين انها ليست خلاقة على الاطلاق فقد سقطت ليبيا والقذافي معها سقط العراق وصدام معه تبدلت تونس بعد فرار بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي مصر غير وجهها مع اسقاط نظامها ومحاكمة رئيسها الاسبق حسن مبارك سوريا قسمت لمناطق نفوذ ولا تزال العديد من اراضيها تحت الاحتلال الاجنبي وفاخدا لسيادة الدولة المركزية ناهيك عن ملايين النازحين واللاجئين السوريين اما حرب السودان فما زالت مشتعلة بين ابناء الوطن الواحد والصومال الصومال يعاني التفتت والتقهقر وتنامي العشائرية والقبلية ولبنان لبنان في العاصفة ايضا ومنذ عقود مفتة مشرذم بين المذهبية والطائفية والتبعية والمناطقية والفساد اما فلسطين فحدث ولا حرج لانها تدفع اي فلسطين اغلى فواتير الفوضى الخلاقة والاحتلال والتهجير والتنكيل والنزوح واغلب الظن ان تغير عملية توفان الاقصى وحرب غزة خارطة الشرق الاوسط الجيوسياسية فقد تغيرت قواعد الاشتباك واضح تغيرت قواعد الاشتباك في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتبدو اليوم منطقة الشرق الاوسط امام التفايق سايكس بيكو جديد فعلى غرار مرحلة ما بعد 11 سبتمبر ايلول 2001 نحن الان نحن اليوم امام مرحلة جديدة تماما على شتى المستويات الجيو استراتيجية والجيو سياسية وحتى الجيو اقتصادية وكما يبدو مسار المعارك في حرب غزة تحاول اسرائيل جاهدة ومن خلال طبعا الحملة البرية تحاول استعادة هيبة الردع التي فقدتها بعد عملية طفان الاقصى واغلب الظن ان اليد العليا في ترسيم ملامح الشرق الاوسط الجديد ستكون من نصيب الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني عكس ما توقع نتنياهو في خطابه الاخير امام الامم المتحدة طبعا فوفق نتائج المعركة البرية على غزة سوف تتحدد مكانة ايران في الشرق الاوسط الجديد والواضح اليوم اعزائي ان العديد من القوى الغربية والشرقية تتنافس بشكل شرس على الشرق الاوسط وتريد ضمان مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة فجميع السيناريوهات محتملة اليوم ووفقا لمدى انخراط الجانبين الايراني والامريكي في الحرب على غزة او وفقا لقدرتهما ورغبتهما على ابقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة لتفادي طبعا خصول حرب اقليمية شاملة لا تحمد عقبها في المحصلة اغلب الظن ان ملامح وسمات الشرق ستتغير بعد عملية طفان الاقصى التي بدلت قواعد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي التي بقيت على حالها على مدى اكثر من سبعة عقود سبعين سنة وكلمة نتنياهو في سبتمبر ايلول الفين وثلاثة عشرين طبعا امام جمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثمانة وسبعين الكلمة تضمنت رسائل ورموزا واضحة وتمحورت حول اثار وافاق السلام والتطبيع مع الدول العربية ودورهما في تغيير ورسم منطقة شرق الاوسط من المجدي اعزائي ومن المجدي التوقف عند كلمة نتنياهو نظرا لتأثير هذه الكلمة المرتقب التأثير المرتقب على المنطقة فقد شملت الخريطة طبعا التي اظهرها نتنياهو شملت بلدانا مكسية باللون الاخضر في اشارة طبعا الى الدول التي تربطها اتفاقات سلام او تطبيع مع دولة اسرائيل والملفت الملفت ان خريطة نتنياهو لم تشمل اي ذكر لوجود دولة فلسطينية حيث برز اللون الازرق الذي حمل كلمة اسرائيل اين برز برز على الضفة الغربية المحتلة وعلى قطاع غزة في الخاتمة في الخاتمة الشرق الاوسط الكبير لا يزال حتى اليوم محروما من اي افق سياسي واجتماعي هو محروم ايضا من الاستقرار بغالبية دوله ورغم تعدد الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية فان التطبيع المحتمل بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية هو القضية الوحيدة التي تحشد لها امريكا حاليا المبادرات والجهود الدبلوماسية منذ بدأت ادارة الرئيس ترامب تحلم بشرق اوسط جديد يختلف عن اسلافه واخيرا وليس اخيرا تصريح الرئيس جو بايدن يعطينا فكرة عن المقاربة الامريكية للشرق الاوسط المراد امريكيا فقد قال جو بايدن حرفيا لن يكون هناك استقرار في الشرق الاوسط الا اذا اعترفت دول الشرق الاوسط جميعا الا اذا اعترفت كل الدول العربية باسرائيل كدولة مستقلة يهودية واللبيب من الاشارة يفهم اشتركوا في القناة